يعني اختر لك حاجة من الاتنين. فهو انا شايف المجالين بيخدموا على بعض. يعني انا انا مش بس بشتغل انا راجل وبعد كده بروح ابعت اه الموديل بتاع لاي حد يعمله. لا انا بعمل الموديل بتاعي. وبصبرت بتاعي ما ما بتكلمش خالص على معماري ولا ميكانيكا ولا الكلام ده. انا بشتغل في مجال بس. وفي نفس الوقت بشتغل في مجال ان انا شايف انه هو والديزاين مقدرش ان انا نفسره معهم بعض. انا ما بشتغلش مسلا كحاصر كمبيات او كشوب دولنج او كلام ده. لا. و لوحات تصميمية. ده كل المجال بتاعنا في مجال آآ في مجال البيم ومجال الدزاين. آآ الحمد الله رب العالمين انا اوتو ديسك سرتفايد بروفيشنل في الريفت الاكتشار اشتغلت في كزا شركة اخرهم خطيب عالمي وانا بتاع آآ راجح ايجينيرينج اكاديمي اللي هي فيما يخص كل المهندسين الانشائيين. انا هتلاقي فيها كل المجالات الانشائية سواء دزاين او آآ او بيمة. دزاين بمجالاته اللي هو الكونكريت او الستيل او طبعا من جانال واحدة لا في ان شاء الله الحمد لله شغالين في المجال ده. آآ في برضو قناة مجانية موجودة على اليوتيوب آآ فيها الحمد لله قيزة كورس آآ كويسين ممكن برضو حضراتكم تشوفها تشوفوها بإذن الله. ويب سايت برضو جميل كده هتلاقي فيه برضو شوية حاجات في ليه جميلة ومنظمة بنحاول ان احنا نطور فيها كل فترة باسنين. الوضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهار ده زي ما بقول لحضراتكم اللي هو الانيلاتيكا الموديل. طيب بس انا محتاج يعني حضراتكم آآ تردوا علي هل حد آآ قبل كده تعامل مع الانيلاتيكا الموديل ولا ما فيش حد تتعامل معه خالص? آآ لو لو في مسلا مش عارف هل ممكن تكتبوا الرسائل او لا ترد مسلا بيس او نو او الكلام ده. اللي انت ضعيف ان شاء الله المحاضرة بإذن الله يعني ممكن ماشرون سمر يسجلها ان شاء الله نحاول يعني. جميل طيب يعني لو لو انت لو انت يعني تتعاملت مع الانيلاتيكا الموديل تغربتك معه كانت سيئة ولا كانت كويسة يعني عارفت تتعامل معها بشكل او انت عملت آآ موديل وابعته على طول على او او الروبوت فاتصدمت وقلت لا خلاص مش هتغرب الموضوع ده تاني. جميل. هو انا بحب بس يعني احنا نبقى بناخد رأي بعض قبل اي حاجة بحيس ان احنا نبقى موجودين لو في حد عنده اي سؤال او في حد عنده اي مشكلة. آآ في حاجة معينة وجهتك برضو هنتكلم فهمها مع بعض. آآ لو انت ما اشتغلتش عليها قبل كده ما فيش مشاكل احنا ان شاء الله هقول لك يعني زي بقوله كده ايه الزتونة اللي هي تقدر تخليك تمشي بشكل كويس فيه. اول حاجة لازم تعرف تفرق ما بين حكتيب. ما بين الفيزيكال موديل والانالاتيكال موديل تمام? ليه? لانه آآ ناس كتير زي المنترك معتقminute الفيزيكال موديل هو و انا عملت 잤دي والدنيا تقوله. لا. الفكرى كلها الفيزيكل موديل هو ده الشكل اللي انت آآ بتعمل فيه مع المعمالي هو ده الشكل اللي انت بتورين هو ده الشكل اللي انت بتطلع به اللوحات بتاعتك لكن الانالاتيكا الموديل هو مرتبط بالفيزيكا الموديل صحيح لكن تقدر انت تعدل في الخصائص بتاعته تغيرها شوية مختلفة عن الفيزيكا الموديل بحيس انك تقدر بعد كده تفهمها البرنامج التحليل الانشاء هو المشكلة كلها بتحصل فين يا ربشمانسي المشكلة كلها بتحصل لما اجي عاوز افهم البرنامج التحليل انشاء اه الموديل اللي انا عملته على فتبص تلاقي ايه فتبص تلاقي لو انت سبت على بتاعه بالاناتيكا الموديل بتاعه هتلاقي الروبوت او او فيهم حاجة تانية خالص مختلفة وده هنشوفه النهاردة اللي هو الكاميرا تبص لقى انت عامل الكاميرا بصيت لقيتها مرة واحدة لا دي بقيت ميلة وتصدرت الروبوت ميلة رغم ان انا شايف هبعيني في الفيزيكا ايه بقى اللي على الشمال ده الفيزيكا واللي على اليمين ده لان لو شوفنا هنا بص ده ده الفيزيكا وده فانت شايفه في الفيزيكا شايف كاميرا افقية جدا والدنيا جميلة وشكلها كويس رحت على الروبوت لما صدرت او على اكتشفت انه للأسف الشديد احنا عندنا الكاميرا بقت ميلة او اكتشفت للأسف الشديد ان الاعمدة ما هياش على ده خطأ شهير جدا 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 في الروبوت انه كل الناس بتكلم وتقول لي والله باش معندس ده الروبوت مطلع لرسالة بيقول لي ده 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 الكولومز دي ما هياش على اي او 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 اي منسوب الروبوت مش عارف يقراها طبعا دي برضو من ضمن الحاجات وهنقول ليه اه فيه ناس تانية بتقول لي طيب والله يا باش مهندس ده انا لو عدلت عشان ازبط في الاناتريكا الموديل انا بوزت الفيزيكا الموديل خالص ما بقاش له علاقة بالواقع وبالتالي انا مش عارف اعمل ولا عارف اطلع اللوحات ولا عارف اعمل حاجة انا بوزت كل حاجة عشان خاطر اوصل الفيزيكا الموديل او اوصله البرنامج الروبوت يقدر يفهمه في ناس تالتة بقى بتعمل حل تاني خالص يعني يعتبر يعني اسف اللفظ هو اسوأ الحلول والاسف الشديد اه تسعين في المائة من الشركات بتعمله ايه هو انه بيروح جاي خلاص عمل الفيزيكا الموديل بتاعه وطلع اللوحات ويروح جاي عامل ايه روح جاي مصدره للوتوكات ويعمل ويبدأ بعد كده يشتغل مرة تانية على الوتوكات بعد ما خلصه يبعاته للروبوت او يبعاته ليه ويفدأ يرسم الموديل مرة تانية على الروبوت او على وبعد كده يعمل وبعد كده الموديل بتاعك تغير يعني مسلا انا عملت قصات اعمدة خطاعات الاعمدة اتغيرت خطاعات القمرات اتغيرت خطاعات البلاطات اتغيرت زي ما انت عارف وانت بتشتغل انت لازم تسايف اعمدة لازم تسايف لازم تسايف البلاطات لازم تسايف في القمرات في القطاعات دي كلها بتتغير. ولما ارجع على القطاعات دي لازم ارجع تاني اعمل تغييرات دي على الريفيت. فانا ببص بلاقي نفسي بأعمل الموديل تلات مرات. المرة الاولانية بعمله على الريفيت. المرة التانية بعمله دي اكس اف على الوتوكاد. المرة التالتة بعمله تاني رسمه تاني على برنامج التحليل انشاء سواء كان روبوت اه ابس. وبعد كده مش بس كده لا المرة الرابعة بقى هي تعديل بعد ما عدلت في الاتابس ارجع اعدل تاني على الرفض. طبعا انت متخيل كمية الهدك اللي احنا بنعمله كمية الاخطاء اللي احنا بنحصل وكمية اه يعني نسبة الخطوة الوردة ان انا مسلا غيرت قطعات اعمدة وبالزاد بالزاد بالزاد في قصات الاعمدة. ان اصات الاعمدة اللي موجود في الاتابس ما هلقاش علاقة بقصات الاعمدة اللي موجودة في الرفض. والذات لو او مشروع كبير طبعا المشكلة بتكون كبيرة جدا واكيد حضراتكم كلكم اه وجهتم مشكلة زي دي. يبقى الحل ايه? الحل سهل وبسيط ولكن محتاج منك اه يعني مجهود بسيط جدا انك تغير ما بين الفيزيكال واناتيكال موديل بحيث انك توفق ما بين ان احافظ على الفيزيكال موديل زي ما هو وزي ما هو. اه 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 لو في حد عنده اي حاجة ممكن بس يبعت اه في الشاتنة بشوف. اه 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 يعني لو بش ماندسها فطون لو عندها اي المشكلة بس بعتها الشاتنة مش مشاكل خاصة. اه طيب نرجع تاني. انت بيكون عندك اه مشكلة انه اه انا عاوز احافظ على الفيزيكال موديل وفي نفس الوقت اقدر اصداره بشكل سليم للروبوت او لتابس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ان ازاي انا اوري الفيزيكال موديل عادي جدا ازاي ان انا اخلي مع المعماري عادي جدا لانه شايف فيزيكال موديل عادي ما تقصرش وفي نفس الوقت اغير انا بقى والعب في الاناتيكال موديل برحتي بحيس ان انا اقدر اشتغل عليه وفهمه ليه الروبوت ويه اللي تابس. طيب سريعا كده هو احنا بنعمل ايه? الموضوع ببساطة عبارة عن ان انا عندي او اللي هو الفيزيكال موديل بتاعي اه اللي كل الناس بتشوفه اللي هو على وبعد كده بصدره او بنش بصدره هو اوتوماتيك اول ما انا بعمل البيم موديل بيطلع معايا الانالاتيكال موديل بتاعه الانالاتيكال موديل هو اللي انا ببعته ليه برامج التحليل الانشاية سواء الروبوت او 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 اتابس وبعد ما بخلص على الروبوت او الاتابس برجع مرة تانية الانالاتيكال موديل والانالاتيكال موديل ده هو اللي بيوصل ليه الفيزيكال موديل مرة تانية. يبقى معنى كده ايه? معنى كده ان وسيلة الروبوت الوحيدة ما بين الفيزيكال موديل او او موديل الريفت بتاعه وما بين برامج التحليل الانشاية هو الانالاتيكال موديل وبالتالي اي حاجة ليس لها انالاتيكال موديل ما اقدرش اصدرها من الروبوت او ليه? لان انا محتاج ان انا احوله علشان اقدر افهمه البرنامج التحليق انشايا. وبنفس الفكرة انه برنامج التحليق انشايا محتاج ان انا اخد المودل بتاعه احوله علشان اقدر افهمه الروبوت. وهنا دي يجي السؤال. لو انا راسم مسلا سلم في الروبوت. هاي السلم ده انا اقدر اصدره لبرنامج التحليق انشايا. بغض النظر عن ان احنا ما بنرسمش سلم في برامج التحليق انشايا او او بنسبة كبيرة جدا مننا. وانا واحد من الناس ما برسمش سلم في اه الروبوت او في الايكابس. بس لو لو واحد حالك بصدر السلم ايلاقي ان هو مش قادر يصدر السلم لبرامج التحليق انشايا. ليه? لانه السلم بكل بساطة ليس له انالاتي كالمود. الريفت ما بيفهمشي ان الاناناتيكا المودل للسلم وبالترى هو ما بقدرش ان هو ايه يصدر. طيب خلينا يعني انا كده فهمنا بشكل سريع الفرق ما بين الفيزيكا والاناناتيكا المودل وازاي انا بقدر اربط ما بين الريفت وما بين برامج التحليق انشايا. خلينا بقى ما نضغاش وقت وندخل على طول على اه الريفت. لو انا جيت هنا قلت له هاتلي كده مودل جديد. طيب قبل ما نبدأ في سؤال اه حابب اسأله هل لو انا عندي شكل شكل مثلا مظلة او شكل عامل زي موج البحر مثلا. انا دلوقتي عاوز افهمه للريفت وافهمه مثلا لبرنامج الساب هل ده ممكن ولا مش ممكن? ولو ممكن يبقى ممكن ازاي? هل حد عنده فكرة? طيب هل حد حابب يعرف الفكرة? طيب هل حد حابب انه تجرب معنا يعني يقول اي حاجة يعني والله العظيم احنا مش بنمتحن يعني حددت ما تسألون? وخلاص ولا نجاوب يعني. يعني لو حددت قلت لأ او طلق مش مش هيحصل مشاكل ان شاء الله. طيب هل 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 في الاساس هل ساب الشاطرينج طيب هل هل حد هل حد جرب قبل كده ان هو يعمل مسلا شكل مسلا وليكن مظلة شكل موج البحر مسلا يعني حاجة مسلا قريبة كنا بنعملها في مطار دبي. وعاوزين نصدارها او عاوزين نعملها على الساب ونعملها في نفس الوقت على الريفت. هل حد جرب حاجة زي كده? انهم ما يعملش ان هو يعملوا على الريفت وبعد ما يعملوا على الريفت يروح يجري اه يضيع فيه وقت ويعملوا على الساب والكلام ده. طيب. اولا يعني الحد ده وقته ريب احنا كنا فاكرين انه لو انا مسلا اه عند اي شكل كومبليكيتد او شكل مائل او كده ما اضرش ان انا اعملوا انالاتيكا الموديل ان انا باخده بعملوا بالماس وبتاعه شكرا وبالتالي باضطر ان انا اروح مرة تانية للساب والساب والسيم اه الفكرة انه لو حضرتك بس. اه مفيش صوت يعني هل في حد سامعني ولا صوت كويس? سامعين يا جماعة ولا ايه? تمام زي الفن. زي ما بقول ان ده احنا كنا فاكرين انه لا والله ده الشكل ده انا مضطر ما انا اعملوا مس مسلا على الريفت. او آآ وبعد كده اروح انا بقى ابدأ اشتغلوا على الساب براحتي وبعيش في ايام ليالي. الفكرة البساطة انه لو حضرتك تقدر آآ تتعامل مع الداينامو تقدر انك تعمل على الداينامو بشكل والشكل ده هيكون له انالاتك الموديل تقدر ان انت تبعاته للساب لان انت فاهم انالاتك الموديل وفي نفس الوقت تقدر انت تبعاته للريفت وتشتغل عليهم فيش مشكلة خالص. يبقى انت ضربت عصفريق بحضر واحد انك عملت الموديل مرة واحدة بعته للساب وبعته للريفت ده غير انك اصلا عملت على الداينامو اسهل بكتير جدا من ان انت تعمله على آآ الريفت. جميل. طيب خلونا بقى آآ نقول كده الاساسيات اللي انت حضرتك بتشتغل فيها علشان خاطر تقدر تشوف بس عاوز نتكبر دي. علشان خاطر تقدر تشوف آآ الانالاتك الموديل بشكل سليم. لو انا جيت مسلا انا انا اناعمل حاجة بسيطة انا عندي مسلا ده دخلت على ليفل تو اهوت. وجيت اعمل كولوم. وابتديت مسلا اقول والله خلينا مسلا في ده كده نزوه. وجيت عملت ادي عمود هنا وعمود هنا. ماشي. خلينا مازدو نخده كده عشان يعني نزوده شوية. دلوقتي الاعمالة دي. الشكل ده انا شايفه ده لو رحت كده في الفيزيكال موديل. قلت له تعالى اعمل هولي شايفة كده. خلينا نشيل ده مش مهندسين ده الشكل ده. الفيزيكال موديل ولا الشكل ده هو ده الفيزيكال موديل. تمام? اللي هو شوية اعمدة بنظهرها بالطاعة الحقيقي وشكلها والدولية تمام زي الفول. لما لو انا روحت كده مسلا ادي فيه سري دي هنا حاجة اسمها الانالاتيكال موديل ده الشكل اللي هو الانالاتيكال موديل بتاعي. الانالاتيكال موديل في الريفت بيتمثل ازاي? تمام زي الفول طيب ده ايه ده كالموديل. الانالاتيكال موديل يا بشرون سين اه اه ام الانالاتيكال موديل بيبان طبعا العامود بيبان على ان هو خط خط رأسي. ولو انت جبته في البلان تعال نشوف كده في البيلان هنا يبان على ان هو ضط. نقطة. تمام? لو انت رسمت مسلا كاميرا. الكاميرا بتبان على انها خط افقي. حالة نشوف كده. لو انا جيت. اه دي هنا الليفل. وقدر بتقول له لو سمحت اعمل لي. كاميرا. اه ليكن تلاتين في الستين. قبت دي ترسم. اه طيب سؤال هل دي لازم نرسمها من سنتر العمود لسنتر العمود ولا ممكن انا ارسمها على وش العمود عادي. يعني حضرتك تتوقع ايه اللي انا ممكن اعمله? ارسمها سنتر تو سنتر ولا ارسمها من وش العمود? جميل. الناس كالموديل الناس بتقول لك ايه? لا ارسمها من سنتر. لا حضرتك اول من انت لو رسمتها من سنتر اوكي ده جميل وزي الفون. اما لو حضرتك برضو رسمتها من على وش العمود هو اوتوماتيك هيوصل القاميرا بتاعتك لفين? هيوصل القاميرا بتاعتك ل leave center العمود. نفيش اي مشاكل خالص هو اوتوماتيك هيفهمها اهو القاميرا بتحت انا رسمتها. انا رسمتها على وش العمود هو اوتوماتيك وصله لسنتر العمود. زينا نشايف كده ده دايرة العمود. دون انا عاوز اظهر العمود عشان الموضوع يبقى اقتر. ممكن ياجي هنا من ودي عندي هنا وص حضرتك ده مكان العمود اهو وهو وصل القمرة فيه عادي جدا ما فيش عنده اي مشكلة. يبقى سواء انت رسمتها على وش العمود او على سنتر العمود هو هيوصل اوتوماتيك العناتك الموديل ليه سنتر العمود بتاعك. دي اول ملحوظة. طيب الملحوظة التانية. هل انا زي ما احنا رسمنا هنا فوق قمرة قمرة ولا اروح رسم قمرة واحدة من اول المبنى لاخر المبنى. وخلاص شكرا. انهي الصح. هل حد ممكن يجاوب ولا ايه? طيب. انا هتكلم على حاجة. لازم تبقى عارف انت حضرتك بتعمل. اه انت حضرتك بتعمل الموديل ده لايه? يعني حضرتك بتعمل موديل ده لايه? عشان انت حايب ان انت تصدروا للاتابس بس. مش عاوز تطلع منو لوحات مسلا او مش عاوز تعمل منو الشرط برون والكلام ده. ولا لا حضرتك انا عاوز اعمل الموديل بتاعنا هتكلم على تخصصي انا ان انا عاوز اعمل اطلع لوحات تصميمية وفي نفس الوقت اعمل ان ناتي الموديل مزبوط ابعته الميل ابعته ليه الروبوت او ابعته ليه اليتابس فاذا كنت حضرتك هتعمل موديل وبتتكلم عليه كشكل ان ناتي كالموديل بس انا عاوز ابعته ليه اليتابس بس مش عاوز اطلع منه لوحات لو انت عملت قامرة واحدة مش هيفرق لو انت عملت قامرتين مش هيفرق ولكن ولكن في كل الحالات والاصح انك لأ بعد اذن حضرتك هتعملها قامرة قامرة اقول لك ليه بالنسبة لنا في الانالاتيقل اصلا لما انا اجي ابعتها ليه اليتابس اوعاته للروبوت انا اصلا قراجل انشائي بحب ان انا اقطع كل حاجة يعني يعني هقطع البلطة مع الكاميرات واقطع الكاميرات مع الاعمدة وهخلي كل قامرة في سنتر العمود والكنام اللي احنا عرفينه ده وبالتالي احسن اللي انا كانشائي ان نرسم قامرة قامرة طيب انما لو رسمتها قامرة واحدة اه برنامو شاقول لأ بس احنا وبنعملهاش طب الحاجة التانية انا اصلا عمري في حياتي ما هرسم مودل ريفت عشان اربعة اتنين اناتيقل مودل بس لا بالعكس انا هرسم مودل ريفت علشان خاطر اعمل اناتيقل مودل والهدف الاكبر من ده ان انا اصلا هعمل لوحات انشائي فلما اعمل لوحات انشائي لو انا رسمتها قامرة واحدة وجيت اعمل لها تاج هلاقي ان التاج هيتاخد لقامرة واحدة بس في حين ان انا عاوز نقول ان مسلا دي بي وان دي بي تو دي بي سري وليا كنت مش هعرف اعمل الكلام ده اضطر ان انا اعمل ايه اضطر ان انا بقى اعمل تيكست وبتاع ومش هيبقى شغل بما هيبقى شغل ان انا عاوز اطلع لوحة واخلاص وبالتالي في كل الحالات الافضل الافضل انك ترسم كاميرا كاميرا. ما ترسمش كاميرا واحدة على كل المدر. دي حاجة. الحاجة التانية زي ما قلت حضرتك وبأكد عليك انك لو هتكلم من وجهة الاناتكال بس لو سنتقل لها كاميرا واحدة مش هتفكي. تمام يبقى ده انا ده ما احبوش. حلو. فانا ممكن ايجي اهو اديس ركشة وقلت له اعمل لي بيهم كده واقول له بس معلش عملها لي عشان خاطر تفضل الامر شغال معايا. وهادي ارسم كاميرا كده. يبقى انا كده انا لا تتكلم. مزبوط. الدنيا ما فيش فيها مشاكل وزي الفل. بس خد بالك احنا عملنا مشكلة ايه هي. انا عمري في حياتي. بابا لقي كاميرا موجودة في مصر العمود كده. على طول الكاميرا طيب بقى اللاين ده ما عامين. مع روش العمود. بس هنتكلم عنها حالة. ما تقلقش خاص. طيب انا بتكلم كالاناتيكال الدنيا جميلة ومزبوطة وزي الفل. انا بتكلم الفيزيكال الدنيا زي الفل. ده الفيزيكال وده الاناتيكال. طيب. ده لكده نعمل اللاين ملطب لكده. ان هو انا عاوز اوصله المين. يبقى كله. على عشان يبقى زي ما احنا بنشتغل عليه. تمام كده. طيب انا دلوقتي ازبط القمرات بحيس انها تبقى بشكل المنطقي. طبعا بقى ممكن انت العمود ده طبعا يعني لو انت بتتكلم كحاجة ان شاء من فاش كل الاعمال ده تكون في ضرب واحد والكلام ده. بس ده ايه? يعني ده مش مش موضوعنا دلوقتي. مسلا وليكن حاجة زي كده. ايه ده هنا بص بقى ايه اللي حصل? الاتيك المودل بدأ يبوز معاك بقى. ليه? لانك لو جيت كده تشوف سنتر العمود ده مش هو سنتر العمود ده. لانه تحرك العمود بتاعك بدل ما كان آآ رأسي كده السنتر بتاعه هنا بقى وفي كله السنتر بتاعه وتحرك لو انت جيت حبيت تعمل كده لو انت وانت لو هاتلي كده ريفس بانس بلان وهاتلي كده من السنتر بص كده هتلاقي ده طبعا السنتر اتحرك قدامك حل من اتنين الحل الاول انك تبدأ الحل الاول انك تبدأ لا الاناتيك اللي هنوصل دلوقتي هجاوب حضرتك حالا انا موضوع الاناتيك اللي احنا بتتكلم فيه دلوقتي ان هو انا دلوقتي عند الكاميرا اا عاوز اوصلها لخط وفق واحد لان زي ما حضرتك عارف انا عمري في حياتي ما هاجي اا اصدر للاتابس او اصدر للروبوت كاميرا هتبقى ميلة ليه هو دلوقتي الاتابس هيفهم الاتابس هيفهم ان الكاميرا ميلة مش هيفهم الفيزيكال ان الكاميرا فقية علشان نزود الموضوع بارضه يبان بشكل اكتر ممكن احنا نعمل اديت كده ولياكن نخلي ده تلتمية في ايه تلتمية في تسعمية مثلا وخلينا نرسم كاميرا كمان مسلا حاجة كده رميلة ماشي كده بدأ يبان اكتر بقى انه هده ان الكاميرا بص الدنيا ميلة وبايزة ويعني ما بقتش مزبوطة خالص وبالتالي زي ما قلت لك انه الفيزيكال مش هو اللي هيروح للاتابس يعني الاتابس مش هيفهم من القامرة اوفقية كده لا الاتابس هيفهم من القامرة ميلة كده طبعا ده مش صح انا مش عاوز القامرة ميلة انا عاوز القامرة اوفقية فقدامك حل من اتنين الحل الاول انك تبدأ تعمل اه لينك او او لينير لينك او ان انت تعمل ايه انك تحرك السنتر بتاع العمود انت العمود هتسيبه زي ما هو لكن هتحرك السنتر بتاعه تمام? فطبعا طب انت السؤال اللي هتسأله لي طب بل هو في الاتابس هيبقى في مكانه ولا هيبقى متحرك لا الاجابة طبعا هيبقى متحرك ازاي ما احنا اتفقنا اتاعمل مع مين هتعامل مع الاتيكال موديل مش هتعامل مع الفيزيكال موديل طيب نبدأ مسلا انا حصل لي المشكلة دي ابدأ انا اتعامل معها ازاي انا عاوزهم كلهم يكونوا على خط واحد ويكونوا مزبوطين وزاي الفل ممكن اول حاجة اقول له تعالا كده نجرب نعمل اللاين لسنتر العمود انه هو يروح يروح هنا كده ماشي اما ده طبعا لو انا حركته ممكن حد يقول لك والله دي المسافة كبيرة شوية لا انا مشاوز احرك وانا عاوز اجرب الاتيكال اه لينك بحيس ان انا امشي في السكتيني بقى لو انت عاوز تحرك اوكي لو انت عاوز تعمل الاتيكال لينك اوكي طيب فانا ممكن اجل بساطة كل الموضوع اللي انا عامله اقول له اعمل لي ده مع خد بالك اتأكد ان انت بتحرك الجوينت مش بتحرك الايه العمود تمام تعالا كده نشوف العمود لا العمود هو اللي تحرك معلش ممكن اعمل اللاين كده تاني ماشي ممكن ناجي هنا في الفيزيكال لو انا جيت قلت له هنا اعمل لي ادجاست كده خدت بالك الفيزيكال فضل زي ما هو انما النقطة بتاعت العمود هي اللي تحركت النوت بتاعتي بيسموها النوت النوت هي اللي تحركت تمام? وصبعا زي ما حضرتك عارف ان ده الموضوع ده كانشائي وارد جدا ومقبول جدا مفيش حد هيزعل منه خالص ومش هيأثر عندك في النتائج واكد يعني اه حضراتكم يعني عارفين حاجة زي كده طيب يبقى انا ده حلية المشكلة الاولانية ان انا والله حركت الايه النوت بتاعتي طب انا بقى عاوز اجرب حل تاني وهو انه ابدأ انا اعمل ايه ابدأ اه لا ده انا هسيب سنتر العمود زي ما هو بس هطلع انا على طبع حدثك عارف لو بتتعامل مع بيسميه لو بتتعامل مع الروبوت بيسميه اللي تنينك اللي اتنين انا بسميهم في الريك انا لنتيكال لينك لما يروح هيفاموا ان هو هو و لما يروح لروبوت هيفاموا انه هو هي هيفاموا انه هو وجshot تعالى يعني ده هيفاموا ان هذا يعني ده هيفاموا وجودهم وده يفونوا وتخرج قبل ان تقول ايه سبحان الله ماشي هو طبعا ام معتبرمج على كده الدنيا بسيطة انا ادلوقت اعمل لينك ازاي انا هروح اول حاجة لو انا جيت قلت له اعمل انا همسك دي واحرق القامرة بتاعت في اي حد. واحرق القامرة بتاعت في اي حد. تمام? انا حرقت القامرة هبدأ اعمل لها اللين بقى على مين? على الريفرنس اللي انا عملته. لو شايف كده اقول لي نعم اي حاجة. شايف الريفرنس بلان ولا مش شايف الريفرنس بلان. طب ايه الناس راح تصلي لعيشها مسلا ولا ايه? اللي هو الخط الاخضر ده. ده. سواني لو انا عملت كده اهو ده. ده اللي انا بتكلم حضرتك عليه. تمام زي الفل جميل زي الفل. فانا هرجع تاني اقول له معلسش اعمل لي ادجاست. وابدأ اقول له اعمل ايه? والله اعمل لي كده. ده اهو. واجه برضو انا بحب اعمل اهو. ده. حيلو جميل زي الفل. لبقى انا كده عملت مين? عملت بتاعي. طب فاضل بقى ان انا اعمل وهوصل كاميرات كاميرات كده مش وصلة بالعمود. خد بالك لو انا عملت وروحت البلان هيخدعك. ليه? لان بتاعك وصل الكاميرا مع العمود من الحياة حلوة بدون جميلة. بس لو انت روحت صدرتها للاتابس. او صدرتها للروبوت. هتبوص تلاقي ان القمرات دي طايرة. وتلاقي فيه ايرور. وتجع تقول لي والله ده ايرور ده مين? ده الدنيا جميلة. لا. انت لو حضرتك بسيطة على الفيزيكا هتلاقي الدنيا مش جميلة ولا حالة. قل له معلش اعمل لي ادجاست. اهلا نعمل اهو اهو مع سنتر العمود اهو. ادي النقطة خد بالك انا حركت فين? حركت النوت بتاعك الكاميرا. فالكاميرا اريدي عملها ايه? امتدت لحد ما باعت مع سنتر العمود كده. وجيت هنا قلت له برضو اعمل اللين حلو. ببقى كده انا ربطت القمرتين ببعض. فاضل ايا مش مانسين. فاضل ان انا اعمل الريجد لينك اهو 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 جميل زي الفول. ادي من هنا ل هنا خلص. ببقى كده انا عملت الريجد لينك بتاعك. طيب السؤال بقى هاي الريجد لينك ده ما انا عاوز اتحكم في بتاعته. يعني هل انا هخليه يعني ستة اه بتاعه ولا اعمل ريليز اعمل آآ ريليز لحاجة منهم ولا بتاعه اعمل كده ازاي? لو اتجيت ادي مسكت. الانسك اللينك بتاعك قلت له اعمل لي ادت طيب. هتبص لي عندك هنا. في هنا في اتجاه اكس والوزيت والروتيشن في اتجاه اكس والوزيت تقدر انت هتحكم فيها الشكل اللي رياحك هل انت عاوزها او عاوزها ريليز. يبقى انا كده طبعا هو اختفى انما لو انا قلت له لا معلش شغل هنا الاعمل هتبص لقى ايه? اللينك ظهر هو زي الفل وما اختفاش ولا حاجة. تمام? طبعا لو انت حضرتك آآ ما خدتش بالك من النوطة دي هتبص لقى زي ملتلقك الكاميراة الطايرة والمودل بتاعك ما بقاش مزبوط. نفس الفكرة بالزبط موجودة فين? موجودة عندك هنا كده في المنطقة دي اهو. لان انت عندك هنا العمود بتاعك نازل لتحت. وبالتالي يبقى هو ده نفس الفكر اللي انا عمله اقول له الله اعمل لي بس معلش ازهر لي الاول انا دايما بحب اشوف ان هو ده بيعتبر بتاع اللي انا بشتغل عليه. فانت حضرتك هتعمل على ايه? وانهي الاقرب ليك وتبدأ تشتغل. فالاقرب ليه او او اللي هو المزبوط اكتر ما سملياك انه يا دي. فخلاص اقول له اعمل لي ده طبعا انت ممكن تعمل على طول بس انا واحد من الناس لأ انا بحب اعمل بحيس ان انا اضمن ان كل حاجة تكون مزبوط زي ما حضرتك عارف احنا مهمسين انشائي وبما ان احنا مهمسين انشائي اكيد سيدتكم مجربين ومعارفين قد احنا بنخاف وبالتالي بنخاف سلم لازم تعمل ايه? لازم تعمل عشان تضمن ان كله على خط واحد والدنة تبقى جميلة بدل من نوعها في المشاكل ونعرفش نحلها. طيب زي الفل. نفس الفكرة اقول له لسا ما اللي يكون اعمل لي. اللين ادي دي خلاص. هنا بقى احنا جربنا وعارفنا حابب ان انت تعمل اللين ماشي حابب ان انت تحرك وخلاص اوكي حابب ان انت تعمل ريجد لينك ما زال في مشكلة خلاص. بقى انا كده اعرفت ازاي انا قدر اعمل كاميرا. والقاميرا دي تبقى ركبة مع العمون بشكل سليم او الروبوت يدر يفهمها. طيب وفي نفس الوقت انا موجود عندي الفيزيكال موديل بتاعي سليم وزي الفل ما حصلت في ايه مشاكلة? انا خدت دي مسلا قلتول عملها لكوبي كده بعد اذنك. وليكن من هنا الهنا. تمام? هابدأ اعمل كل بقى ايه? كل حاجة عادي خالص زي ما احنا متعودين ده موضوع فيزيكال مش محتاج ان احنا ايه نتكلم فيه طبعا انا كده حضراتكم عارفين الكلام ده اكتر مني. الكاميرا كده يا بشمهندس. نشوف حاليتها ايه? اه. ده العمودين ما هماش الله يندب مع بعض. ليه? قد يقول مسلا ان انت عندك قطاع عمود اكبر من قطاع عمود. طبعا لو انا بتتكلم هنا احنا مفروض احنا عاملين قطعين اه زي بعض فالمفروض ان هم او نفس الحاجم فالمفروض ان هم نفس السنتر هنا يبقى نفس السنتر هنا. ماشي? ولكن خد بالك الكاميرا ما هياش في سنتر العمود. الكاميرا متحركة. طيب فانا راحت في الهات كالمود اللي الدنيا هنا ايه? مش مزبوطة. يبقى خلاص نعمل نفس الفكرة. لو انت جيت هنا قلت له و جيت قلت له اه بص بقى دي لقطة منين? لقطة من هنا. بالرغم ان دي بداية ان انت ايه? دي دي مواخدة من هنا. انت خدت دي كده و راحت واخدت قبل راحت اعملها مش عارف ايه. فبقى الانتك المطر يبص معك. خلاص همسكها كده. وقول له اي النقطة ايه? حاضر احركها. لحد ما طلقت لقطت معاك هنا. خلاص. بدأ يزبط معاك هنا زي الفوت. كده زبطت اي مشاكل خلاص. بسهل جدا انك تمسكها هتبص تلاقي قادي عندك العلامات بتاعتك تقدر تحرك فيها براحتك من غير ما عندك اي مشاكل. انت كده يعني انا انا موضوع لانتك الموديل والفيزيكا الموديل ده بسميه اللي هو اي واسع راسين في الحلال. اللي هو اه انا عندي اتنين راسة مش متفقين خالص او في اغلب الاوقات مش متفقين في اغلب الحال طبعا احنا هنا بجرد مع حضرتك على تلات بواكي اه سيمبل تلات بواكي من ناحية واحدة وسيمبل من ناحية التانية اللي هو حاجة ابسط ما يمكن انك تشوفه في حياتك المشاريع. انها طبعا لما يبدأ اشتغل معاك مشروع كبير هتلاقي الدنيا اسعب من كرة بكتير. فلازم تاخد بالك من النوع دي كلنا. طيب. انا اتكلمت على الكاميرا وتكلمت على العنود. طب مثلا في عندنا حكسين حيون جدا ما نكلماش عليهم. اللي هما مين? اللي هما الحيطة والبلاطة. لو انت جيت دلوقتي اعاوز ارسن بلاطة مش مواندس. جميل جدا انا قول له اعمل لي فلور. ادي فلور مسلا ايدي طيب يا باشا. فوقلت له مسلا ولا يا كنا انا هعمل اس متين. اوكي. ايديت. قولت له دي. ميتين. اوكي. اوكي. البلاطة اول واهم حاجة انك تشوفها. هل انا عاوزها استراكشور? ولو عاوزها استراكشور هل هسمح بيها انها تعمل الاتيكا الموديل ولا لا? صح كده? طيب. تعال نعمل البلاطة ونشوف الاهمية بتاعت النقطتين دول جدا جدا جدا. اهو انا بلاطة عادية جدا. اهو من هنا. قلت له اعمل لي فنش. تعال اشوف الاناتيكا لقينا قادل بلاطة ترسم دايك وزي الفل وبنت حلال وما فيش فهم مشاكل خالص جميلا. بس شوف هنا انا قراجل انشائي. بعمل ايه? انا قراجل انشائي قراجل انشائي لو انا بشتغل في الفيزيكا الموديل انا عاوز البلاطة تبقى مغلطية. هو كامل الكاميرا بالشكل. انما كراجل انشائي عاوز البلاطة بتاعت تكون اه في اكيد. اكيد كلنا عارفين ان انا ما بسمحش مسلا لو انا عندي عشرة سنتي او اتناشر سنتي كده في البلاطة ايجي كده. انا ما بحبش ان ايجي زي تكون موجودة. ليه? لانها لما تيجي تعمل مشيك بعد كده هتبدأ تسبب لك في برنامج التحليل. انشائي قد يكون بعض من حضراتكم بقلاص بيمشيها كده ما يبقاش عنده مشكلة. انا بحب لأ البلاطة لأ البلاطة لازم تاخد حقها. اللي هو ايه? البلاطة بتمشي مع ايجي الكاميرا. ازا لم يكن هناك داعي ان البلاطة تبقى ممتدة? يعني مسلا. افرد ان انا البلاطة بتاعتي ايه? وكانت مسلا فيها وليكن مسلا متر. ماشي. في الحالة دي خلاص. البلاطة اصلا فيها فانا في الان في كل المدل عسيرة زي ما هي في حالها. تمام? طيب. انما في الحالة الطبيعية لا في الحالة الطبيعية مش كده. في الحالة الطبيعية لو هي الكاميرا فانا على وش العمول? مع وش الكاميرا? انا قراجل انشائي قديم شوية اه قراجل انشائي اه يعني الناس بتقول علي ان انا من المحافظين اللي هو بص بقى تاب تسعة سبعة مش نصف نصف وما فيش كلام ده فتبص ليه نفسك ايه? بتعطي حفلة بقى. فيقول لك لا والله اذا انا لازم ادج البلاطة تكون ماشية مع ادجي الكاميرا تكون ماشية مع سنتر العمود. طب اعمل كده ازاي ازا كان وهو الفيزيكال موضل اصلا مخليلي اجي البلاطة هنا بعيدة عن القامرة. مفيش عندنا غير هي التابة الوحيدة اللي احنا بنشرح فيها واللي احنا بنشتغل فيها على طول هو واناليز. خلص انا مسكت البلاطة اهو. هدوست البلاطة لها ايه? لها نوت زي كده. اعمل اللين يا باشا. اللين على القامرة وتروح عامل بتاعت الايه? بتاعت البلاطة بالشكل لك. شكرا. يبقى كده انا خليت البلاطة اجي البلاطة مع اجي الكاميرا يبقى انا كده كانالاتيكا الموديل. بالنسبة لما يروح ليه لتابس مش هعمل لك ايرورز لانك طبعا عارف بتعمل مشاكل كتيرة بتعمل ايرورز كتيرة. طب ايه ده يا باش مهندس? انا دلوقتي غيرت في البلاطة. البلاطة عندي بقت على اجي الكاميرا مش اجي الكاميرا. ايه اجي الكاميرا? البلاطة بقت في سنتر الكاميرا. اجي البلاطة بقى مع مين? بقى مع سنتر الكاميرا. طب الفيزيكال موديل أخباره إيه؟ محتاج حضراتكم تجاوبوني هل الفيزيكال موديل فيجل زي ما هو؟ ولا الفيزيكال موديل ريجع بقى على سنتر الكاميرا؟ ها؟ هل في حد يقدر يجاوب ولا إيه؟ التوقعات يا جماعة والله توقعات مشابطة الفيزيكال موديل باقي إلى ما شاء الله هيفضل زي ما هو ولكن أنا الاناتيكال موديل راح إيه؟ راح مزبط نفسه بحيث أنه هو يبقى مع سنتر هو ده اللي أنا بقول لحضرتك عليه؟ أننا بحافظ على الفيزيكال موديل زي ما هو بحيث أننا أحافظ على الشكل وأعرف أطلع لوحات وأعرف أعمل واعرف أشتغل مع باقي الأقسام بشكل طبيعي جدا وفي نفس الوقت بقدر أعمل في الاناليسيز أو في الاناليسيكال موديل بحيث أننا أقدر أفهم اليتابس أو الروبوت بالأسلوب اللي هو يقدر يفهمه بحيث أن نوصل لموديل سليم أن الاناليسيكال موديل جميل لا هو بالنسبة للجزء الكابولي وانا قلت لحضرتك أنه أنا مش بفترض أنه هو في الجزء جزء الكابولي أنا بقول لحضرتك أنه في حالة أن أنا عندي البراطة غاية وش العمود وانا عندي سنتر الكاميرا هنا وبالتالي أنا لازم لازم عشان خاطر ما عملش مشاكل في بعمل ايه بحرك الاناليسيكال موديل بحيث أن هو يوصل يوصل لسنتر الكاميرا عشان يبقى الاناليسيكال صح تمام؟ إنما لو انا عندي كابولي لو انا عندي كابولي زي الوضع الحالي ده لا يبقى لازم اتسيب الاناليسيكال موديل زي ما هو تمام؟ يعني لو انا افرض مثلا انا عندي كابولي كده اللي هو الكابولي المتر اللي احنا قلنا عليه ورحت رحت انا مغير الفيزيكال اه رحت مغير الاناليسيكال موديل وخليته على سنتر الكاميرا كده إيه اللي هيحصل الاتبس مش يعرف ان فيه كابولي ما خلاص اول بالنسبة لي حاجة ولا كانت الحاجة تانية خالص تمام؟ كده وصلت ولا ايه؟ لو وصلت بس قولي وصلت او القمارات الوسطية يعني ايه القمارات الوسطية معلش? يعني هنا عندنا مين مسلا? طيب خليني اقول لك مسلا على حاجة خليني مش عارف انا هل توأدل انت هتقصده ولا لا? خليني مسلا اقول كده يعني موضوع بين الاعمدة في الوسط وليس اه يعني مسلا انا عندي كده عادي به مواجهة جميلة. كده مسلا. هل توصد كده? انا اقول لي اه او لا اذا ده توصد مسلا انا دي كاميرا كده في لسبان رسد على كاميرا وعلى كاميرا. مش رسد على اعمدة. اه اقول لي او ده اللي انت توصده ولا ايه? طيب هو يعني صدقنا اه لطفي يعني هو سأل السؤال وماشي مش مشكلة. طيب او ممكن يقول ان والله يا بش مهندس هل هل برنامج تحليل انشائي بيفهم ان الكاميرا في مركز العمود مش على طرف العمود? اه هو بزير بصراحة اه هو هو اصلا مش شايف العمود ولا شايف الكاميرا او شايف النقطة او اللاين بتاع العمود وعليش وشايف اللاين بتاع الكاميرا وعليش وشايف كده. ده برنامج التحليل انشائي عموما. طيب السؤال التاني انا عندي مسلا كاميرا في قسط كده. تمام? اه القاميرات تحت البلاطات في الواسط لا بص مش عندي او برنامج التحليل انشائي او ما بيفهمش مجسم الكاميرا ما بيفهمش مجسم البلاطة. هو بيفهم بتاع الكاميرا بيفهم بتاع العمود بيفهم بتاع البلاطة. فاهمي? فاحنا بنتعامل كله كله اللي هو مين اللي هو المركز بتاع البلاطة المركز بتاع الكاميرا بتاع العمود. تمام? اه يعني انت مسلا لو انا عندي بلاطة وليكن سمكها عشرين سنتي وبعد كده رحت انا جاي يعني مهبط فيها دي النقطة اللي كنا هنتكلم فيها كمان شوية لو رحت جايما عامل مهبط بلاطة الحمام تحتها عشرة سنتي مسلا او مهبط فيها بلاطة حمام ستة سنتي وباقيت انه مسلا دي عشرين وباقيت دي اربعتاشر مسلا. اه فدي هنعملها زي على الاتابس عشان نفاهم الاتابس دي هقول لك على حالة. القامورات ازا اتعاملت امبورت فروم كات فايل. القامورات اتعاملت امبورت فروم كات فايل ما انت هو يعني انت اتخلها في موضوع تاني بس انا اقول لك بسرعة. اللي انت لو انت امبورت من كات فايل الاتابس او الاتابس في ميزة كويسة جدا مش موجودة في الروبوت خد بالك. اللي انا عندي مسلا لو رسمت الكاميرا سنتر لاين في زي ما هو ما بقول مسلا لو بتاع الكاميرا ده لو بتاع الكاميرا ده انت رسمت نفس الفكرة على الكاميرا تقدر انت تيجي مين خلاص كنسة الكاميرا بضافية. بس هو ما بفهمش ان مجسم الكاميرا برضو خد بالك. هو فاهمي بتاع الكاميرا. شكتر من كده. آآ طيب. خلينا نرجع تاني بقى الموضوع الان سريع. القاميرا اللي في النص دي. القاميرا في النص دي هو اوتوماتيك راح هو عامل ايه? راح هو موصل لك الكاميرا دي هنا كده مع الكاميرا دي تقلاص ويبقى ترسد على الكاميرا دي ورسد على الكاميرا دي. طيب خد بالك لو انا جيت مثلا مثلا خلينا نفطرد اي فرض جدلي ان انا مسلا رحت جاي واخد البلاطة دي كده او الكاميرا دي كده معلش وروحت واخذ الكاميرا دي كده. ايه وطبعا دي يعني دي انا يعني دي بنقول عليها اللي هو حاجة ملاش معنى ان هو ازاي في كبرة جدا في النص وبتاع بس ايه بتحصل احيانا لو انت مسلا مش مش هتبقى الكاميرا وتبقى زي حيالية مسلا او انت المعماري طالب منك شكل خرصاني معين في المنطقة معينة فانت عملتها ماشي مش 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 موضوع الموضوع بس ان انا ده افرض ان انا عاوز اعمل حاجة بالشكل ده اعاوز بالصالفة يعني بس او شكل ايه مجرد تعليمي مش اكتر لو انا جيت قلت له اترسل عن فعض السايف المشروع ده بص لو انا جيت قلت له ايه نعمل لي ده قادي النود ايه خلاص وصلت النود دي وقادي وصلت النود دي تمام بحيس ان انا اقدر احافز على الكاميرا انها تبقى رسل على الكاميرا دي واروح بقى انت اعدلها بقى ايه براحتك فيه الفيزيكا الموضل بتاعي طيب خد بالك ان هنا بقى لا ادي زادت ليه? لان انت اصلا كنت مزبط اناتك الموضل انت زبطته بايدك فلا فارجع بقى ايه? اعدله تمام? يعني لو انت الكاميرا بتاعتك انت ازبطتها في الفيزيكا اجري تطمن عليها في بقى شكلها عامل ازاي عشان الدنيا متبصوا منك. طيب الحاجة بقى اللي كنا بنتكلم عليها اللي هو موضوع المجسم بقى افرد ان انا عندي مسلا تهبيط حمام. افرد انا عندي تهبيط حمام وعاوز افهم تهبيط الحمام ده للاتابس. طبعا زي ما حضرتكم عارفين? انا ما بعملش تهبيط حمام لا في الاتاب ولا في الروبوت. وان كان وان كان في الروبوت فيها في لها حل انك قادر اعمل التهبيط بشكل حقيقي. تمام? اللي هو عن طريق مين? عن طريق اللينكس. تمام? وقب شاقي سريع بعمل ميشنج. وباقي اقول له والله يعمل لي اربط لي الميشنج دي بعضها اللي هو البلاطة اللي فوقه البلاطة اللي تحته ويقدر هو يربط لك عطوة طبعا ده مش موجودة في بس اوكي مش مشكلة. انا رلاتي لا انا مش عاوز اعمل لينكس والكام ده انا عاوز انا البلاطة موجودة وانا ههبط والدونية تبقى كويسة. اه ما يحتاج نقسم القامرة الحاملة يعني ما نحتاج نعمل نود اتصال. اه لا هوين بس متكلم بس ما عنديش انا مش عاوز اتكلم في الايه في ازاي ازاي اعمل ديك اه او ازاي يعامل موضة يعني انا بتكلم بس كريفت اتا زي تعمله. انا انا او انا شغال في 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 الشغل بتاعي او في اي شركة انا شغالين فيها انا ما بجيش مسلا هو بيسأل انا عندي كامرة واحدة تمام فجدت فين كامرة بتقطعها فهل انا اقطع كامرتين عشان اربط فيها كامرة دي لا بمشي كده اي كامرة واحدة تفضل كامرة واحدة خلاصة. تمام? طيب. اه خلينا بقى نتكلم على موضوع تهبيط الحمام. لو انا جيت مسلا مسلا انا جيت هنا البراطة ايه? اعمل هنا فيها قلت تعمل تهبيط الحمام ازاي مش معندس. انا ارجل مسلا هنا اهو. عندي دي منطقة تهبيط. تمام? فبقيت البراطة تعالى انا اعملها شي دي تتيلة عشان تبقى باقينا. فتبص لايه هنا ايه? المنطقة دي فراغ كده او هاتا في دي. فراغ. بعد الفراغ ده بتيجي تعمل انت بقى بلاطة تانية. خلينا بقى نشوف باين شيل الشي دي. واروح جاي انا اعمل. ممكن اجي اخد كده. هذه ده كنترول سي مسلا. وهذه هنا سي اس كديد ساملوا. وادي هنا قلت له ايه ادي هنا ده كده وجيت قلت له لو سمحت اعمل له هنا الافست الافست ده والله لا انا مش عاوز كوب انا عاوز افست هنا بس بيدي بقى اتصل حوالي كم خفش عشرين سنتين انا بعمل لو بتبقى زي ايه كامرة مطفونة كده نعمل كتاب وملت له فنش ومن هنا طيب. وروح تبقى ماسك بلاطة دي وانتوله الله انزلها ستة سنتيبت البلاطة دي بس يخد بالك لو انت روحت بقى هنا الانات الموديل هتبوص لي بلاطة ديك منها بلاطة واحدة طيب ماسكين في بعض. لا افرض ان انا عشان تنقل اشتركوا في القناة طيب سمعيني بس الاول سمعيني يا جماعة يا ريت بس اا ريت تقولولي سمعين ولا ايه يا جماعة طيب خلينا نقول تاني انا دلوقتي مسلا اا بعمل بلاطة بلاطة حمام بعمل بلاطة اللي هو التخبيب ده ماشي وشك لها كده والدنيا جميلة وزي الفل بس انا كل الحكاية ان انا 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 لدلوقتي لو رحت في سري دي هتلاقيها البلاطة متهبطة والانات الموديل بتاعها متهبط انا لأ عاوز ايه انا عاوز الانات الموديل سيما قلت لك ما ينفعش يبقى في حاجة ما ينفعش يبقى في حاجة مش الصيد على الليفي وما ينفعش يبقى في حاجة اوطى من الليفي وبالتالي علشان اتغلب علشان اتغلب على المشكلة دي بعمل ايه بقول له والله تعالى يا عم دي دي البلاطة اللي هي متهبطة بتاعة الحمام او مسلا ده اللي هو سالب ستين مسلا. خلاص انا هشير منها مش هخليها خالص. وبالتالي هنا في الاناتيك ايه اللي حصل? طالما ان البلاطة ما بقتش بالتالي مش هتروح لمين? مش هتروح صح كده? ليه مش هتروح لالشوانسين? مش هتروح لالتابس لانها او للروبوت. ليه? لانها مبقتش وبالتالي ما فيش لها الاناتيك الموديل ده نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. وبما ان ما فيهاش الاناتيك الموديل مش هتقدر ان ان برنامج او الروبوت يفهمها. طيب انا عادي افهمها له. اعمل ايه? ارفع البلاطة. ارفع البلاطة وبالتالي يبقى يبقى بالنسبة للمعماري والكوردينيشن غلط وبالنسبة للتحليل غلط اه اسف وبالنسبة للتصميم غلط ليه? لان انا هاجي التصميم اصد اللي هو اللوحات الانشائية. انا هاجي هنا وهديها في الاخر. يعني مثلا اجي اقول لها مسلا كده. وهتبقى دي وهتبقى دي صح كده? طيب انا دلوقتي لو انا قلت لأ ده انا عشان اعدل للتحليل ان شايفة اروح ارفعها ووصلها للليفل اللي هو بتعمل لهو التلاتة متر. بقى انا كده غلط. صح? وبالتالي الحل الوحيد قدامك ايه? ان انا ما خلاش انشائي. طب انا خلتهاش انشائي. طب انا عاوز افهمها افهم او افهم الروبوت انه هنا في بلاطة. لان دي مش تعمل ايه? الحل الوحيد يا بش مهندس انك تقول له انه المكان الفاضي ده افهمه انه هو ايه? افهمه ان هو بلاطة. هل ده ممكن اه ممكن او تقدر تعمل فيه الكلام. تقدر تقول له خد بالك الحتة الفاضي دي. افهمها لي انها ايه? افهمها لي انها بلاطة. ازاي? لو انت جيت هنا من في هنا حاجة اسمها اوبنينجة تلاقي في علامة صح. لو انت دست على الصح. عمل لك ايه? خليها لك بلاطة. يقول لك دي خلاص ما بقاش في اوبنينج. دي باية ايه? دي باية بلاطة. وبالتالي هو كده يفهمها. خلاص دي باية كده الدنيا زي الفول. طيب. الحاجة التانية طب انا لا دي انا عاوز ارجح تبقى اوبنينج. فهتقول له ادجاست عادي اوبنينج. حط على علامة الصح. فباية اوبنينج خلاص. كده عادي دي الفول. ايه بقى دي كده? البلاطة بتاعتنا آآ موجودة في الفيزيكل وفي نفس الوقت قدرت افهمها بشكل سليم اللي هو ادجاست اوبنينج. حط اوبنينج. حطها بلاطة. شكرا. تمام كده? طيب. هاي في حد دلوقتي عنده مشكلة. نكمل. حد عنده سؤال او عنده مشكلة الكلام اللي احنا بنقوله. طيب. لو حد ما فيش عنده مشكلة ممكن يقولينا ان انا ما عندش مشكلة? طيب. اخد بالك. انا قلت ان هو مش انا مش همثل تهبيط في الاتابس ولا في الروبوت. انا مش همثل تهبيط في الاتابس ولا في الروبوت. انا بمثله في الاتابس والروبوت على انه بلاطة في نفس البلاطة العادية. وكلنا عارفين الكلام ده. هذا انشاءين صحيح? مليون في المية صحيح. تمام? هو فكرتي بس ان انا ايه? انه انا هو نزل اصلا عن الليفل. وانا ما عنديش كده في الاتابس. ما عنديش كده في الروبوت. ازا انا قلت لك في الروبوت اقدر ان انا اعمل التهبيط. قد بالك في الروبوت. اقدر اعمل التهبيط وربطه باسلوب ما اوصله المخلاص يفهم ان دي فيه تهبيط او انها في تاني الكلام ده كل. اما لو حاضرتك شغال في الاتابس زي عامة الشعب شغال في الاتابس. لا الاتابس مش هتقدر ان انت تقامل تهبيط وتقدر توصله باللينكات وكان مشتعرف في كلامنا. لازم تلجأ للحل انا ايه? بل لك عليه حال ايه? طيب. تعال انا بقى نعمل سبورتات. برضو ما عندناش غرمين غير هو التابة الجميلة الحلوة الصغيرة اللي اسمها المظلومة اللي كل الانشائيين ما بيستخدمها ايش. ادي انا عاوز اعمل ايه? انا عندي هنا عمود يبقى هعمل بويد. انا عندي حيطة يبقى هعمل لائد. طب لو انا عندي مسلا رافت او كده اللي هو اريا او فومديشن يبقى هعمل له اريا. طب انا هنا ما عندش غير عمود يبقى هعمل ادي هنا ده كده حط الصبورت. كده حط صبورت. هل ممكن ممكن انت اتعرف على عدة انواع من ثلاث ساعة طبعا. اكيد مفيش اي مشاكل خالص. تعال اقول لك الجملة دي بعد الصبورت على الطول. قال ايه انا صبورت او. طب ايه ده يا باشواندس? الصبورت دي او انا عامل كده مسكتها الصبورت دي من نوع ايه? الصبورت ده من طب لا ده انا عاوز يا عم انا ما عندش غير فيلس وغيرها دول الاتنين وعاوز اعملها ينجي بسيط اهو تيجي من هنا. وتقول له والله اذا انا عندي هنا ده خد بالك. الروبوت بيقول عليها مش هنج. تمام? فبيتلق اهو ده اهو. ده عندي ده اهو. طب يا عم انا بعمل حاجة بحسية مسلا وعاوز دي تبقى رولر. ايبقى انا عندي هنا ده اهو. جميل. طيب اف ان انا لأ ده انا عندي ولا الكلام ده ده انا عاوز اعمل واحدة تاني خالص. خلاص ادي هنا ده تقول له والله ادي هنا ده يوزر اهو. وتيجي بقى تقول له ده اعمل ولا تعمل انا لأ ده اعمل ده اهو بدأ يغير الشكل. طب انا مسلا عندي دي لأ ده انا مسلا. اهو فبدأ يغير الشكل زي ما انت سعادتك شايف كده تقدر انت تتحكم في بتاعت الايه? الموديل بتاعت. جميل. تعال نجاوب على سؤال اخونا. اه البشمهندس اه بشمهندس محمد. عاوز يقول لك انه طب انا ممكن اعرف اكتر من نوع بلاطة اه عادي جدا مش اي مشاكل ادي لو انا عندي هنا ده. عادي ده مثلا انا عندي دي بلاطة دي مسلا اعملها كده. وقول له اعمل اللي اهو. جيت هنا. ووصلت لدي كده. قلت له فنش. ماشي. وجيت هنا قلت له اعمل له السي اس كده اعمل له كده. هادي بلاطة من النوع تاني ايدة طيب دوبليكات وقلت له دي مسلا لهاكون اس اكتين وخمسين. اهو. اقول له اعمل له فنش. خلاص ايدي دي البلاطة يا عام ممتين وخمسين وهو يفهم انها ممتين وخمسين ومفيش فاقة اي مشاكل خالصة. اه بلاطة هو بدي عن الروبوت اه. الروبوت ده جنيل. الروبوت ده يعني 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 بس ما تسألنيش انا عن الروبوت عشان الروبوت ده يعني ايه اخوي الصغير. تفاهم? يعني انت عارف انا بحبه ازاي? الروبوت ده ما تقوليش على حاجة ما بيعرفش يعملها. ماشي? عشان انا اكيد هقول لك ان ما هو بيعرف اعملها. طيب خد بالك ان هنا بدأ يحصل بقى ايه مشاكل بقى في الاناتيك الموديل عندك هوا. ماشي? دي حصلت كده تبدأ انت تشوف بقى اه بقى اه بقى الاناتيك الموديل باز لأ ما بص. انت بس تشوف كده. اه دي هنا الكاميرا دي بقى محتاج ان انت تعديلها. نتيجة ان انت عملت البراطة والكلام ده. فتبدأ تعديل مسلا اه ده هو وتقول له اعمل لي والله يأدجاست. نفس بص هو وما تقدرش تعمل اكتر من بقى هوا. تعمل بهم كل حاجة. الروبوت ده السيف ده جميل جدا اه اسفك الريفت جميل تقدر تزبط بيه كل اللي ايه? كل اللي انت عاوز تزبطه مش هيقول لك لأ خالص. وطبعا دي الدينة هنا بسط معاك. تبدأ ايه تبدأ ايه دينة دي وزبطة ايه زيك فل. هو بس عندك مشكلة هنا في مين? في البلاطة دي. فتقدر تعمل بقى مين? تقدر تعمل وتزبط كده النوز بتاعتك. تمشي بقى معاها ايه? خد بالك تمشي بقى معاها واحدة واحدة كده. حد لما تزبط معاك. تمام? بقى اهو. ماشي? طيب. هي الدينة دي بازت لما انت ايه ابتدت انت تتعدل. تمام? حلوة اه 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 شوية ركز في الحد التهبيطة ازا لم تكن مستندة على جدار او يعني السقف مع التهبيطة. لا اهو بص انا مش بتكلم دلوقتي على تفصيلة التسليح. يعني شوف تفصيلة التسليح ومش بتكلم دلوقتي انا مش موديل مسلا جايبه واقول لك والله تعالى ايه هنشوف مع بعض والجدار فين والبلاطة فين ممكن ابدأ لها انا بقول لك انا بفرض لك مسل انه انا عندي تهبيطة في المنطقة دي محتاجي عملها. تمام? اما طبعا تفاصيلة دي حاجة تانية خالص ان انا طبعا فين المعماري وفين الحيطة وتعمل ازاي والكلام ده كله تقدر انت طبعا تعدلها مع المعماري. انما ايه الفكرة واحدة ان انا عندي تهبيطة في المنطقة دي مسلا هعملها زي عملها بالشكل فلان. بس كده. او هتفتكر ان انا مثلا بقول لك ان انا تحبيطة في نصف البراطة كده يعني اكيد دي حاجة مش منطقي يعني وصلت لك الفكرة بس انا بقول لك لو انت عندك مثلا تحبيطة في المنطقة تقدر تعمل هزي. اه ده فتح برضو سؤال حاجة كويسة هل تحبوا ان احنا مسلا يكون في محاضرة تانية اه اجيب لكم بقى مشروع نقعد نعمله من ايه تزد ازينا عملتك الموديل ونصدره هل تحبوا ولا اه مفيش برواحد او اللي تتكلمة? تمام يا مزايا الفل يعني لو لو حبيين ممكن ان شاء الله نبقى ننسق مع البشمان صامر نشوف اه معاه التاني نبدأ بقى نجيب مسلا مشروع صغير اه وليا كون فيلا مسلا ولا حاجة نبدأ بقى نقعد نعمله ونشوف اه ممكن عشان خاطر برضي ايه اسئلة اللي زي دي ان هو بقى اماكن فعلا تهدوط الحمام اماكن اللي عميدة فعلا اماكن القمراء وفعلا لما القطاعات العميدة الحقيقية بدأت تتغير انا تجد الموديل بقى شاكل اللي عامل ازاي وتبص نفسك دخلت كده في في مشاكل كبيرة جدا فانت محتاج انك تزبط المشاكل دي وتعدلها الكلام دي كل. التوسع في في البن ما اشوف حضرتك يعني عايزة عايزة تشتغل في ايه بالزبط? يعني زي ما قلت لك انت حال انا راجل بتاع وكوردينيشن. ما ده ده بالنسبة لنا كمحمود راجح ده البن من بالنسبة. طبعا في مجالات تانية كتيرة والكلام ده فيها آآ بس هو ده تقدر ترسم بلاطة هوردي على وتصدرها للروبوت تقدر تعمل كده ولكن مش بشكل مباشر. يعني يعني البلاطة الهوردي نفسك تقدر تعملها بشكل مباشر هوردي على الروبوت وتصدرها على الروبوت. يمكن انا كان لدي فيديو على اليوتيوب. كنت باشرح ازاي تتقدر تعمل البلاطة الهوردي باكتر من طريقة على الروبوت وايه هي الطريقة المناسبة اللي انت تقدر تمشي فيها بحس انك تفهمها انها آآ هوردي في نفس الوقت وفي نفس الوقت تقدر تخلي الروبوت يحس بقى انها هوردي. انما هو يمت افضل ان البلاطة الهوردي سما هوردي على الروبوت مش انك تعمل على تصدرها من آآ طيب. طيب خلوني خلوني اتكلم آآ خمس دقيق او عشر دقيق كتير وبعد كده هفتح لحضراتكم يعني ممكن نفتح المايك ونبدأ نسأل ونشوف الاسئلة دي بالزبط طيب عام كده طيب آآ انا بس في حاجة اخيرة هعاوز اقولها لحضرتك اللي هي موضوع الول الول باعملها ازاي او انا عندي هور ادي عندي كده ادي استراكشور وادي استراكشور هور ماشي رايحها من ليفل تو مسلا ادي هنا بتاعتها من ليفل وادي الطب بتاعها ليفل وان بصف وادي الطب بتاع او ليفل تو. انا بيزيك مسلا ماشي بيزيك عشرين مش مشاكل خلاص. ادي اشتغلت كده. تمام? ادي الحيطة بتاعتي لو انا راح في الانتكلموديل ادي شكل الحيطة بتاعتي اهو. اقدر اعمل لها سببورت او اقدر اعمل لها سببورت فيش اي مشاكل خالص. ادي هنا قولنا هنا السببورت بتاعتك هتبقى من نوع ايه? تبقى من نوع ادي لاين ادي لاين ادي لاين اه طيب اه الرابط الرابط بصة اتشوف ادخل على القناة بتاعت لو حاضطت دخلت كده بس على محمود راجح. ده دي دي القناة بتاعتي هتلاقي عليها كل حاجة وفي كمان عندنا هنا اه في لو اولا استراخشة تمام? هتلاقي فيها دورة بتتكلم فيها الحاجات دي كلها والدورة في موجودة وزي الفلم مفيش فاقي مشاكل خاصة. تمام? طيب خلينا بس نرجع تاني بقى الكلام بتاعنا ادي دي الحيطة بتاعتي لو انا حبيت اعملها اهو ادى عملتها وتمام وزي الفلم. اه لو انا هعمل بما انا اغير برضو. الساب بورت بتاعتي لو انا مسكت اهو نفس الفكرة هادى الساب بورت هتبع بينت او لو انا طبعا ما فيش حطة الساب بورت بتاعتها بينت بس انا بقول لك مسلا انا سابقين المسال لو انت حابق يعني تدر تغير هنا زي ما انت ايه زي ما انت عاوز ما فيش اي مشاكل. تمام كده? اخر حاجة عاوز اقولها لكم وبعد كده ان شاء الله يعني اه نسيب وقتنا عشان خاطر حضراتكم تسأله زي ما انت عاوزين. اه لو حضرتك بتشتغل على لازم 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 تكون عارف انت هتعمل ايه بالموديل ده? ضروري جدا حضرتك تكون عارف انت هتعمل ايه بالموديل ده? يعني لدي امتحاده البداية هل انت الموديل ده هتعمله عشان خاطر تطلع منه حصر? هل هتطلع منه لو حد تسنمية? هل هتعمل لانتك الموديل? او هل هتستخدمه في اكتر من هدف? وبالتالي لازم تعرف اشتراطات كل هدف ايه? وتبدأ تحافز عليها علشان تقدر تستفيد بالموديل بقدر المستطاع. الحاجة التانية مش معنى انه اه طيب يا بشمهانجس يونس بس هنقول اه كلمة وبعد كده ان شاء الله يبقى المكرافون مفتوح من ناخد كل الاسئال. الحاجة التانية مش لازم ان انت تعمل كل حاجة على الريفت. انا بتكلم كأنا لا تتكلم. بمعنى ايه? بمعنى ان حضرتك لازم تكون اه عندك فكرة عن ايه الاسهل اللي تقدر تتعامل به. يعني هل انا اسهل ان انا اعمل على الريفت واتعب نفسي فيه وبعد كده اصدره للروبوت ويبقى جاهز واشتغل ولا الاسهل انه لا هاخد الناتكة الموديل كده بكل المشاكل اللي فيه وباديه على الروبوت وابدأ احلها على الروبوت. بكل تأكيد الاسهل انك تعدل الناتكة الموديل على الريفت وتصدره للروبوت بشكل كامل وسليم. دي اول حاجة. طب الحاجة التانية هل الاسهل ان انا احط الاحمال على الريفت وصدرها للروبوت ولا لا ده انا ممكن احط الاحمال على الروبوت اسهل. وكل تأكيد الافضل واللي انا بعمله انه دايما انا بحط الاحمال على الروبوت. يعني انا بكتفي بالاناتكة الموديل على الريفت وبحط الاحمال على الروبوت. طيب الماتيريال. الماتيريال هل الاحسن ان انا اضبط الماتيريال على الريفت وبعد كده اصدرها للروبوت مش هتفرق. ان كنت انت حضرتك تستخدم تقدر ان انت تعرف الماتيريال بالسهولة على وتبدأ تصدره الروبوت هياخد كامل الداتا اللي حضرتك بعدها يعني العمود بمكانه بقطاعه باسمه بالماتيريال بتاعته بالليفل بتاعه كل حاجة هياخده كاملا مكملة تمام كده بالنسبة لي ما يخص الماتيري. طب قولا واحدا اعملها على الروبوت. طب هلا انا فعلا هنقدر اعملها على الريفت او قدر اعملها تعال هناخد مثال ادي هنا عام ادو ودخل على الريفت اهو لديت عندي كيس كتيرة ايه ده? ده ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش هتعرف حتى ليه لانك لما انت عاوز مسلا عاوز تحط اه وبالتالي انت عشان تحتاج تعمل محتاج انك تعرف تعز زلازل تمام? لحد دلوقتي ما يقدرش ادخل بتاع زلازل. وبالتالي انت هتعرف كس كس زلازل البقية ما انت مش عادر تستخدمها اصلا مش عادر تعملها. فبالتالي الافضل انك تقدر تعملها على الايه والروبوت. طب انا ممكن اعمل ايه هنا? اممكن اعمل اللي هو الفلورينج والفريشز والااا والبارتيشنز واللايف والكلام ده. طيب وانا ليه اصلا لما انا كل لما انا اقدر اعمل كل حاجة على الروبوت بشكل سهل. يبقى انا ليه اعمل جزء على الريفت وباعة الاجزاء اعملها على الروبوت. طب انا نعمل جزء اللي هو على الروبوت مرة واحدة واخلاص. على ايه بقى بنفس التكنيك. والكون تانا عامل شيء اكسل. صح لزيز وجميل. بس انا عارف ما احضرتوش لكم النهاردة مش مشكلة. آآ بقدر ان انا على طول سابتة سابتة اقدر ان انا بس اغير شوية ارقام هو يطلع لي كل حاجة. الروبوت تعامله مع الاكسل فوق الممتاز. فوق ما حضرتك تتخيل. لازم حضرتك تغير فكرك بس معلش شوية عن موضوع على فكرة انا شغال يعني مش معنى كده ان انا بحارب او انا مش شغال لا انا شغال في سيف خسات زي انا كلنا مونتين وكلنا شغالين بتمام دي. ولكن بفضل الله شغال في مشاريع برضو روبوت. الفرق فعلا يا جماعة الشاسع ما بين انك تتعامل مع الروبوت انك تتعامل مع ام طيب تعالى تعالى نشوف ازاي قدر اعمل لود كيسز هنا على على الروبوت بشكل سريع يعني حتى وان كان مش مهم بس فكرة عنه او خلاص انا هذا كل تمام كده خلاص اصيب ديد وليف. حاجة هنا اقول له والله ده لا ده انا عقرفه ده اقول له ده والله ده الانويت بتاعي. الكيس بتاعته ديد. الكاتيجري بتاعته الكاتيجري بتاعته ديد. تقدر انت تكتر هده من كزا نوع من الانواع اللي انت عاوز. تمام? انا والله هاوز ده مسلا وليكم ونوعه برضو ديت. قد بالك فينها كمان ديت ولا لايف. يعني الكاتيجري ونتشر. كل ملي دوبليكات انا هاوز مسلا وليكم ده حامل بتاع الول. تمام? وقعد هنا ده حامل الايه? حامل اللي. الريفت بشكل افتراضي هو بيصدر بيقول له خد بالك انه الانويت بتاع المبنى اخده من الكيس نومبر ون. تمام? خده من الكيس نومبر نومبر ون. طيب انا عاوز انا عملت الكيس عايز اعمل هفجع لها ملي اد وليكن مسلا ده اللي هو مسلا الحالة الاولى ده هنعمل مسلا فيها اد وليكن آآ واحد واثنين من عشرة. وقادي هنا واحد واثنين من عشرة. طبعا واحد ده هاتفراش. خد بالك الحاجة اللي انا بكتبها هنا بتتعدل هنا خد بالك. ادي هنا ده اا الوولس وقادي اخيرا هنا ده من والي هنا alone وستة امان عشرة. ما حدش يقولي بقى طب فين وفين الحاجات التانية مسلا لا احنا هنا بنتكلم بشكل عام بشكل عام بحيس انك بس تبع عارف الفكرة بتمشي ازاي. وهدي عندي هنا ده نوعها ايه طبعا نوعها هنا دي من بقى من الفرقات الغريبة جدا ان هو لا او اصلا الروبوت ما بيفهمش يعني التعامل مع الروبوت ما بيفهمش طب ازاي بتغلع المشكلة دي طبعا لا حوارات تانية بس بنادر نتغلب عليها ومشتغل ومفيش فاي مشاكل خاصة. يعني لو انت تغلب اليتابس هتستغرب ان وزاي الروبوت مفيش يعني طبعا الكيس بتاعتك دي وهكاس. ادي ده الكيس الاولانية وتقدر بنفس الطريقة تعمل كل الكيس. طب انا عاوز احط بسيطة. ارضو هنا مين ما عندناش جرد تاب الجميلة انا ستغنونها. واده هنا لود تلاقي هنا بقى لودز مختلف. انا عاوز لين لود ولا لود ولا ولا tension اللود ولا لود بروس جهرا لو انا قولت مسلا. وجيت هنا حطيلي ده في الكيس مسلا وليكن ضحificar üstد الخير لايك lose خط بالاك هنا الاحمال بالكلون نوتين فانا احط اسا وليكنありがとう ده سالب 3 مسلا سالب 3 ده خدب لك هو بيبست اللي تحت اهو. بصله هنا. هادي الحبلوه اهو. وبس مش اي مشاكل. خلاص. هو ده ايه? ده اللوت بتاعك. لا انت عاوز تحط لين لود. ادي هنا ده. لين لود. وادي في هنا عشان نحطها مثلا على الكاميرا دي. خلاص. طب انا غلطت مسلا في اللوت ده ما فيش مشاكل خلاص. انا مش عاوزه في الاون. انا عاوزه مسلا وليكن. في الول وليكن الول ده مسلا سلبة اربعة. مسلا وليكن. تمام? بس كده. خلاص. انا جدا حطيت بتاع اللوت. في طرق تانية طبعا. اه اللي هو بقى مسلا وليكن الاريا لود. انا مستعلك ده خلينا نعمله في البلان هنا. لو انا عملت الاريا لود هنا مسلا. الاريا لود دي بقى مزيت هايينك تدار تعمل اي في اي مكان من غير ما يبقى ايه? من غير ما يبقى ملتزم بالبلاط. انا عملت الاريا لود اهو مسلا عملت لو انا رقت كده في العشرة سري دي هتلاقي انا هنا هتلاقي هنا من قديل اللوت بتاعك اوبرد زدر تحدله كله مسلا ده عليكم ده مسلا او حاجة. تمام? عشان نفهم موضوع الاريا لود ده اكتر. اه دوبلكاتة لود هالفي طريقة ان انا مسح عشان لو دست مرتين على الكاميرات. اه بس لو انا عندي الكاميرا هنا. انا عندي لود اهو ممكن تمسك اللود ده. خلاص. عادة اللود يتمسح. مش اي مشاكل خالص. تمام? طيب. الحتة المهمة اللي انا عاوز اكلمك فيها موضوع بقى الاريا اللوت ده اهميته. لو انا مسلا جيت هنا اهو. وعادة قلت له اعملي فلور بس اتاكد الفلور طبعا تكون وعادة جيت رسمت فلور بالشكل ده وعملت له وهاخد الفلور ده مسلا وليكن اعمل لي كوبي كده تحت او هنا. ماشي. وجيت هنا في جيت قلت له اعمل لي هنا انالايز. ادي اللودز. وادي اللودز بتاعتي عندي هنا او حطيت هنا. بغض نزل عن القيمة او الهو. وادي هنا اهو. ادي حطيت هنا مسلا قلت له اعمل لي بيت بوينت. وروحت جاي حطه هنا كده. يا ترى ايه الفرق بين بين الحكتين? خد بالك الفرق جوهري جدا. ايه هو? الهو اللي هو اللي تحت ده. لما اجي اغير البلاطة لو انا مسكت البلاطة كده. وروحت جاي قلت له هاتلي مسلا اعمل لي. هنا كده. البلاطة هعمل بتاعتها بالشكل ده. قلت له اعمل لي لو انا روحت بقى في العناتك الموديل ايه اللي حصل? اللود تحرك وتغير مع شكل البلاطة. او لو انا روحت هنا. وقلت له تعالى هنا اعمل لي نفس الخط تالي. وقلت له اعمل لي او خلينا عشان تبان اكتر. تعالى خش جوبا كده شوية. وقلت له اقفل بقى باشا كده. وقلت له هاي اللود هيتغير ولا ولا شكل اللود هيتغير ولا لأ? يا ريت حضراتكم تجاوضوني. هيتشكل اللود هيتغير ولا لأ? الحقيقة انه مش هيتغير. اهو. رغم ان انا غيرت بتاع البلاطة الا ان شكل اللود هيفضل ساعة. هو ده الفرق ما بين الهوست وبين اللي هو آآ اللود العادي. اللود اللي هو وكذلك برضو خد بالك كذلك اللي هو اللي هو اللي هو والهوست ونفس الفكرة اللي هو لو تغير الشكل يبدأ يتغير معاه اللود اما ده لو تغير الشكل مش هتغير معه اللود. دي اخر حاجة كنت حابب ان انا اقولها لحضراتكم النهاردة. ياريت بس آآ لو حد عنده اي سؤال يتفضلون. شوكرا جزيلا مش مصر حمود اتمنى لو اي حد عنده سؤال آآ يعمل ريزي هند بحيس يعمل مداخلة مباشرة مع مواتس بخير. اردمج المداز ده عبقري ممتاز اقول لك على حاجة كمان مشانا بقول لك انا بحب الروبوت المداز افضل منه بكتير. طيب حد عنده اي سؤال ولا ربنا يكرر ان شاء الله يكون مرور تطبيع عمل يباع على آآ مشروح ايه زي ما وعدت حضراتكم ان شاء الله بازن الله. هل في اي سؤال عند حضراتكم? اتمنى لو في اي سؤال يتعامل ريزي هند. شوكراً جزيلاً with your konis mohamud. ماشي مچكراً. شوكراً جزيلاً. شوكراً جزيلاً. شوكراً جزيلاً. رايتم السلام وعليكم سلام